علاقتك بجمهير النادي الاهلي ايه يا وليد لحد الوقت؟ لا انا يا جمهير النادي الاهلي الحمد لله والشكر الله علاقتي بيهم الحمد لله كويسة بنسبة 100% فيه بس لقطة واحدة قول لي عليها ان هي كان فيه ساعة لما عبدالله السعيد مش من النادي الاهلي الحتة دي فيه بعض طبعا الولاد الصغيرين في السوشيال ميديا مش عارفين يقيموها صح أو يكلموا عليها صح مش عارفين يفرقوا يعبروا عنها مش عارفين يفرقوا ما بين ان انت كمحلل لازم تطلع تقول حاجة معينة يعني لازم تطلع تقول رأيك انت من ضميرك الشخص وما بين انتمائك للنادي الاهلي عارفة كابتن انت يعني يعني مثلا بالزبط بقولي الصح ومالكش دعب اي حاجة عاد كده بالزبط زي ما انا يكون بقول لحضرتك مثلا كابتن مصطفى قيم لي المبارادي وانت لقيت النادي الاهلي كان وحش وقد وحش انت هنا كابتن مصطفى عبده تقول انتمائك ولا تقول ضميرك انت فاهم زي اختيارات احسن لاعب يعني انه النهاردة مثلا يقولك احسن لاعب في العالم هل انت احنا مصريين نفسنا محمد صلاح من اتعاطف مع محمد صلاح هل تقول محمد صلاح وانت شايف انه هو ما يستحقهاش السنة دي ولا تقول مثلا ميسي ويكون انت بتعامل ضميرك هنا انتماء ولا ضمير فبش عارف توضح الصورة ايه انا انا اشتغلت بضميري يعني انا شوف طلاح ما بترضي ربنا سبحانه وتعالى ما لكش زعبا بالعباد اي اصلا لان كل واحد ليه حتة معينة عاوز من الغرض فيها ايه ونعمة بالله يعني انا شايف الحتة دي الناس تتعامل بس معانا احنا على الشاشة ان انت بترضي ضميرك وممكن في الاخر وجهة نظرك اللي انت بتقولها تكون اصلا غلط اشتركوا في القناة